سؤال هل مريض الظهان يقدر يواصل حياته مثل الناس؟ أكيد والله أخي أكيد والله ومثل ما قلت يمكن جاوبنا على هذا السؤال قبل أسبوعين الظهان هو عارض هو ليس مرض وطبعا يمكن تكلمنا عن هذا الموضوع الأسبوع الماضي الظهان هو عارض مثل ما تقول إنه شخص عنده حمى الحمى هي ليست مرض الحمى هي عارض لمرض الظهان هو عارض لمرض آخر قد يكون سبب الفصام قد يكون سبب اضطراب ثناء القطبين قد يكون سبب الاكتئاب الشديد أو الحاد قد يكون سبب التهاب أو دوة معين تمام؟ هناك بعض الأدوية التي تسبب هلوسة مثلا أو تسبب عارض الظهان أنت بس توقف الدوة يروح الظهان وينتهي ويرجع الشخص إلى طبيعته فللإجابة على سؤالك هل مريض الظهان يقدر يواصل حياته مثل الناس؟ بالتأكيد أخي العزيز بس هو يعتمد أنه شنو الظهان هذا شنو سببه؟ إذا كان في صام طبعا هم من يقدر يواصل حياته بس لازم يستمر على علاج تمام؟ إذا قطع العلاج قد يكون هناك خطورة أنه تصير عنده انتكاسات وبالتالي تأثر على قدرته على أنه يعيش حياة طبيعية فالإجابة على سؤالك هي نعم لكن هو أيضا يتوقف على نوع أو سبب الظهان في كل حالة